ريهام سعيد تنهارة على الهوى وتقول ده عقاب من ربنا رسالتها الردوى الشربيني وريهام عبدالغفور مالقصة أهلا بكم في قناة منواعات بوتة لأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل ظهرت في لايف في الانستجرام بدون مكياج ومنهارة بالدموع بتحكي تجربتها مع عمليات التجميل والعملية اللي شوهت وجهها وفي كلامها اعتبرت ان اللي حصل لها عقاب من ربنا على عملته في حياتها وهي مش عارفة هي عملت ايه سبب غضب ربنا عليها ورسالت شكر لكل اللي وقفوا جنبها وقالت كمية ناس غير طبيعية الناس اديتني قوة كبيرة جدا وحكاية عدوك ابن كارك دي مش صحيحة ومش حقيقية بالمرة لان زميلي كلهم وقفوا في ظهري ردوى الشربيني اكدع واحدة شفتها في حياتي وكمان لميس الحديدي وريهام عبدالغفور مريهان حسين مايس حمدان ودينا بشكركم كلكو انتوا سنتوني وقفتوا جنبي وعن التسريبات الصوتية لريهام قالت التسريبات اللي على الواتساب دي جريمة الواتساب يتحاسب عليها وانا لما بكلم حد بتكلم كأني قدام الدنيا كلها ما عنديش حاجة اخجل منها او اخبيها او اخاف منها وبقولي الاعلام تحرط دقة ولازم يكون فيه مستند ده كاترة التجميل مش فتحين جمعيات خيرية بيعملوا عمليات عنوطة وحكايتها بدأت امتى بدأت لما راح تعمل عملية تجميل عند دكتور نادر صعب فوشها ووشها باز والناس انتقضتها عشان عاوزة تغير في خلقة ربنا لكنها قالت انا كنت بداري علامات العجز العجز والسن بس يهمس عيد تنهار على الهوى وتقول